مصرحيات تانية الناس تجي لها وما يبقاش عارفين ندخل منين أنا شخصيا ما بقيتش عارفة أدخل من الزحمة اللي كانت موجودة قدام المصرحية مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية بقى كنز الرحلة دي أنت بتحقق فيها أحلام ناس بس حلمك انت وفي لقع ده يعني أنا أنا باعتبر أن مركز الإبداع ده هو المشروع العمر زي ما بيقولوا علي يعني أنا بكتب سينما وبخرج مصرح ومصرح في المصرح الدولة وفي مصرح الخطأ الخاص وفي كل مكان بشتغل ويظل بالنسبة لي مركز الإبداع أهم من كل هذه التخصصات وأهم من أي منصب آخر اشتغلت فيه جوه وزارة الثقافة يعني أنا مسكت سندوق التنمية الثقافية ومسكت قطعة الإنتاج وكان دايما الشرط أنه يظل مركز الإبداع هو الأساس مركز الإبداع هو أصغر أجمل 30 متر في مصر بالنسبة لي لأنه هو ده الحاجة اللي نتائجها بينها حقيقي بينها عند الناس يعني أنا مش عايزة أقول لحضرتك من أول دفعة بدأت اللي طلع منها نضال الشفعي وسامي حسين وياسر الطبجي وبيومي وإيمان سيد ومجموعة كبيرة جدا طلعت ومحمد شهين والدفعة الثانية اللي طلعت قهوة سادة اللي طلع منها محمد ممدوح وفراج ومحمد سلام وفاهيم وأمير صراح الدين وحمزة العيلي كل نجوم بس العيلي اللي موجودين على أفشات الدرامة ومجموعة كبيرة يعني بنسى يعني أسماء أحيانا وكل ما فيش دفعة ما طلعش منها عدد كبير موجودين دلوقتي في كل مكان فيظل المكان ده هو بالنسبة لي المشروع وهو الحلم وهو التحقق وهو الشغف وهو يعني ما عنديش أي مانع رغم أن ده لا يمثل إداريا أي قيمة يعني هو مكان صغير إداريا جدا في وزارة الثقافة ولا على أي مستوى بصراحة ولا على المستوى المديات المتاحة أنا عارفة كويس جديد أنتم تشتغلوا من نهائية لو قلت لحضراتك يعني مثلا قهوة سادة دي كانت تكلفة انتاجها 22 ألف جنيه في ظلت تتعرض 3 سنين بنفس المبلغ ولفت الوطن العربي كله دي اللي تعرضت بأمر من البرلمان يتمد عرضها دي آه بالظبط كانت أيام البرلمان وبعدين جيه أستاذ فاروق حسني يكلمني في تليفون قال لي أنت عملت إيه في المستوى حيات قلت له أنا ما عملتش حاجة قال لي لأ أنت عملت حاجة أنا جاي لي طلب إحاطة بكرة في البرلمان عن مستوى حيات أهوة سادة حصل فيها إيه فقلت له هي هي ساعة ما بفتح أنا بغيرش كلمة أنا من ساعة ما بفتح العرض لغاية ما بقفله ما بفيش كلمة بتضاف داخل ما صحيح أنا بعمله نهائيا فضلنا في قمة الديموقراطية أستقل بروفات لغاية ما وصلنا للعرض لو زودت ألف ولام بتبقى عامل جريمة فقلت له أنا ما عملتش حاجة فقال لي طيب هنشوف راح وبعدين قالوله أن في عرض اسمه أهوة سادة بيتعرض عندك قالولهم أيوا قالوله مكتوب في الجرائد أنه سيتم يعني هيوقف العرض فإحنا النواب البرلمان بيطلبوك بمد ليالي العرض ونزل في الأخبار نزل الخبر ده موجود في الأخبار في تاريخ البرلمان بالمناسبة يتدخل لماد عرض وموجودة في نزلة في جريدة الأخبار أنه مطالبة برلمانية بمد ليالي عرض أهوة سادة وأنه النواب عوزين يشوفوه وأنه كذا وكذا وكذا وبعدين بعدها بكم يوم لقينا الدكتور أحمد فاتح السور رحمه الله داخل بنفسه علشان يتفرج على العرض وفي نفس اليوم عرضنا عرضين الساعة 8 والساعة 10 العرض الأولين يحضروا الدكتور أحمد فاتح السور والعرض الثاني يحضروا أستاذ عادل إيمان فكانت حاجة من حياة أستاذ عادل إيمان ما كانش بيروح يتفرج على عرض اتفرج على أهوة سادة ثلاث مرات مرتين في المصرح ومرة في حفل التخرج بتاعنا قال أنا عايزة أشوفهم وهم قفين على دار الأوبرا المصري وأصر يطلع على المصرح ويتكلم على المصرح في حفلة التخرج ويقول إن هي دي نوع الكوميديا اللي بتدحكني أنا اللي موجودة المزبوطة والولاد دول هما الوحيدين اللي بيدحكوني وإلى آخره فإحنا